الحالة المالية للدولة فرضت جلسة سرية بطلب حكومي وفق الدستور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أكد أن المجلس قرر بعد مناقشة الميزانية المنتهية في مارس 2016 إحالة الموضوع والمناقشات والملاحظات إلى لجنة الميزانيات وإلى ديوان المحاسبة لأعداد تقرير خلال ثلاثة أشهر عقد المجلس جلسة سرية وذلك بناء على طلب الحكومة وفقاً للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لمناقشة وعرض الحالة المالية للدولة وفقاً للمادة 150 من الدستور وقد قرر المجلس الموافق على الطلب ثم تقدم نائم رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة عرضاً عن الحالة المالية للدولة عن الميزانية المنتهية في مارس 2016 ثم تعدث الأخوة الأعضاء وبعد انتهاء المناقشة قرر المجلس إحالة الموضوع والمناقشات والملاحظات لكل الأخوة الأعضاء إلى لجلة الميزانيات والحساب الختامي وإلى ديوان المحاسبة لإعداد تقرير حول الموضوع خلال ثلاث تشهر وإحالته إلى لجلة الميزانيات